عقبة جديدة تواجه مساعي توحيد المؤسسة العسكرية الليبية المنقسمة بين الشرق والغرب فتعليق ممثلية القوات التي يقودها خليفة حفتر مشاركتهم في اللجنة العسكرية المشتركة 5 زايد 5 بمبررات أبرزها وقف صرف رواتيبهم من شأنه بحسب مراقبين أن يعصف بالجهود الأممية المستمرة على مدار عامين بيد أنه مجرد مناكفات سياسية تستدعي بحسب حكومة الوحدة الوطنية استمرار عمل اللجنة إن شعب الليبي يقدر الأعمال التي انجزت من قبل اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها وما يتطلب ذلك من ابتعاد كلي من مناكفات سياسية إذ يجب الاستمرار في ذلك الاتجاه وعدم النقوص عليه موقف يؤيده المجلس الرئاسي الليبي الذي حذر من خطورة المساس بعمل اللجنة العسكرية المشتركة وتداعياتها على أمن البلاد ووحدتها أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات متمتلة في وقف إطلاق النار والتحقيق الاستقرار وقد يعود سلبا على أمن البلاد وسلامتها وحتى وحدتها وإذ تجمع الأطراف الليبية على كون الانتخابات أسبيل الأمثل لحل الأزمة في البلاد فإنها ما تزال مختلفة بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إليها ففيما تطرح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في مبادرتها منذ مطلع الشهر الماضي مسالا بديلا يقضي بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة حولها يصر البرلمان على أن تجرى العملية وفق التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري الذي أقره في العاشر فبراير الماضي وهي الخطوة التي لا تزال محل جدل مع المجلس الأعلى للدولة وأطراف سياسية فاعلة في الأزمة خلافات تأتي اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بالقاهرة لتناقش وتراجع النقاط المختلف حولها في مشروع الدستور والتعديل الثاني عشر بحضور وليامز